اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلد الافريقي صاحب الموقع الاستراتيجي والموانئ المهمة يشهد تنافسا بين الامارات والسعودية من جهة وبين قطر وحليفها التركي من جهة اخرى فضلا عن اتفاق تعاون وقع اليوم لمد المستشفيات الصومالية بالمزيد من المعدات والادوية ليضاف الى علاقات تاريخية بين البلدين ومساعدات قطرية مستمرة في المجالات الصحية والتعليمية ومجال البنية التحتية علاقات اخوية قائمة بالمبادئ والتفاهم واخوية موجودة دائما وابدا توقعات في الفرسامل اللي هي تطوير تطوير الزراعة الثروة السمكية الثروة الزراعية كانت موجودة من قبل في نفس الوقت حاليا تم توقيع مال السحة يعني دولة قطر تقوموا أشياء كثيرة من المستشفيات في الدولة الصومال يقومون حاليا إن شاء الله بيتم ما وقعناهم من طرفين إن شاء الله أمام المئات من أبناء الجالية الصومالية أشهد الرئيس الصومالي بالعلاقات المتطورة بين بلاده وقطر فالجالية الصومالية تعد من أقدم الجاليات في الدوحة ويقدر عددها بنحو سبعة آلاف مقيم يتقون جميعا إلى المساهمة في إعادة إعمار بلادهم وما خلفته سنوات من عدم الأمن والاستقرار كان لقاء شيق وموجز ومفيد في نفس الوقت ونحن سعداء بترحيب الرئيس محمد عبدالله فرماجو في دولة قطر الشقيقة يطمح الصومال إلى استمالة رأس المال القطري لمشاريع استثمارية وفرص في الصومال فرص ستسهم إلى حد بعيد في تثبيت دعائم الاستقرار في القرن الإفريقي باللقاء الرئيس الصومالي بالجالية الصومالية اختتم الرئيس زيارته إلى قطر هي زيارة يفتح فيها صفحة قوية من العلاقات بين مقاديشو والدوحة عنوانها التعاون الاقتصادي والتعاون في عدد من المجالات الأخرى سلمان النجار التلفزيون العربي الدوحة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور فرح محمد عبد الرحمن الباحث والأكاديمي مساء الخير دكتور فرح بداية دلالات هذه الزيارة وما هي الرسالة التي ترسل بها دولة الصومال ربما لدول المنطقة من خلال زيارتها اليوم إلى قطر أهلا وسهلا لدينا وأنت والمشاهد ومسؤول القرآة القدر أهلا وسهلا ومرحبا أعتقد أنه الدلالة دلالة زيارة الرئيس فخامة الرئيس واضحة وهي رسالة أنه لمن لاموا عليه وعلى مجتمع الصومالي وعلى الدولة الجديدة الحديثة الصومالية أنه العلاقات الطيبة والموقف الطيب الذي أخذه فخامة الرئيس تجاه حسار القدر أنه يعني هذه رسالة دعم وتأييد وأخوة وتعاون وفتح باب الجديد بين البلدين هذه من ناحية من ناحية الثانية أتوقع أنه سيكون هناك علاقات طيبة اقتصادية والصومال تحتاج إلى من يقف بعد حرب طويل إن دام 27 سنة وأكثر من ذلك أنه من يقف بنية تحتية في الدولة الصومالية الجديدة والقدر بدأت فعلا أنه تتولى في هذا المشروع الكبير وهو البنية التحتية في الصومال في مشاريع الضخمة وعملاقة وعينت صفيراً فوق العادة ووقعوا بعد مجموعة من الاتفاقيات والتفاهمات فأذن أن فخامة الرئيس وزيارته في هذا الظرف المتميز له دلالة كبيرة وضيبة لطالما وخلال فترة الأزمة الخليجية تمكنت الصومال من الوقوف على الحياد ولم ترضخ للكثير من الضغوط التي مورست عليها كي تتبنى موقفاً هل من خيال خلال زيارتها إلى قطر بذلك تكون ربما تتخذ جنب الطرف على حساب الآخر أم ستخافظ على حيادها وعلاقاتها على نفس المسافة بين الدول الخليجية؟ لا لا موقف الحكومة الصومالية أنا لست متحدد بها كذلك لكن كمتابع ققراءة طبعاً ققراءة واقعي أنه لا أظن ولا أعتقد أنها يعني تأخذ جانباً على جانب لأنها رفضت ولم ترضخ الإملاءات الكثيرة التي مورست عليها فكيف تأخذه من طرف أي من القدر الآن يعني إنما هو مجرد تفاهم وتعاون أخوي بين البلدين الشقيقين وموقف الحكومة الصومالية لن يتقير وما لا يوجد هناك دلالات وأمارات تدل على أن الحكومة تميل إلى طرف على طرف وإنما هو الموقف الحياذي الواضح العام يعني هو هذا الذي يسير ثانياً أن حكومة زارت وليس هي زيارة الأولى وثلاثة لقاءات يعني الزيارة الأولى والزيارة الثانية ولقاء مع فخامة الرئيس وشيخ التميم على هام الشيء القمة الإسلامية في اسطنبول ليست أول مرة فالموضوع ليس فيه جديد فهو في إسرار على سياسة الحياذ والحفاظ على المسافة الواحدة من كل الدول الداخلة في هبك بالتأكيد وهذا هو المتوقع أشكرك جزيل الشكر الدكتور فرح محمد عبد الرحمن الباحث والأكاديمي مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي لكم تحياتي وتحيات فريق العمل تصبحون على خير تصبحون على خير